موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في السعودية نهار اليوم سادة أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة عبرت بعض الغيوم العالية بدون فاعلية في أقصى الشمال المملكة المحاور الرئيسي التي ستعرضها في هذه النشرة ستكون حول منخفض جوي قد تتأثر بها المنطقة الشمالية خلال الساعة القادمة تحديدا خلال يوم الجمعة استعمال عن خفاف في درجات الحرار وأيضا نشاط في سرعة الرياح الغربية المثيرة لموجات الغبارية ندى بالآن لاستعراض صورة مصطناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم والتي توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية بدون فاعلية في أقصى الشمال وشمال شرق المملكة فيما خلت باقي مناطق المملكة من الغيوم استدنا بعض الغيوم المتوسطة لارتفاعنا في عبارة عن حالة ضعيفة من عدم استقرار الجوي تأثرت بها وسط البحر الأحمر عملت عطوبة زخيات الأمطار الخفيفة على السواحل الممتدة بين داو ويامبور ننتقل الآن وإياكم لخارات توزيع درجات الحرارة المتوقعة من يوم الخميس وحتى يوم السبت كتلة هوائية دافئة تسيطر هنا في المنطقة الجنوبية والوسطى والشرقية وقبل اندفاع الكتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي تتأثر بمنطقة بلاد الشام هذه الكتلة الهوائية الباردة استعمل عن خفاض كبير في درجات الحرارة في عموم شمال وشمال غرب المملكة ثم تدريجيا نحو أجزاء من المنطقة الوسطى خلال عطلة نهاية الأسبوع فيما تكون الأجواء دافئة بشكل لافت في أقصى جنوب وجنوب غرب المملكة هذه الكتلة الهوائية الباردة استعمل عن نشاط كبير في سرعة الرياح في المنطقة الشمالية تحديدا استعمل عن حدوث موجات غبارية يوم الجمعة وتلتددن الرؤية الفقية على عموم منطقة الجوف أجزاء منطقة تابوك وامتدادا حتى الحدود الشمالية وأجزاء الشمالية من منطقة حائل وأيضا أجزاء الشمالية من حفر الباطن هذه الموجة الغبارية متوقعة أن تتشكل خلال يوم الجمعة كما ذكرنا ناسج عن دفاع الكتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي تتأثر بمنطقة بلاد الشام نار رؤية الفقية بسبب الغبار خاصة خلال ساعة الظهيرة والعصر من يوم الجمعة نذاب الآن التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة حيث يسود تقس مستقر غالبا صافي 14 درجة مئوية الملموسة 13 للطبا منخفضة والرياح تكون شمالية شمالية غربية خفيفة لمعكدلات السرعة بالنسبة لثلاث أيام القادمة يوم الجمعة غبار خفيف 30 إلى 17 درجة مئوية تنخفت درجات الحرارة يوم السبت 24 إلى 10 المزيد من الخفاض مع استمرار التقس المستقر يوم الأحد 22 إلى 11 درجة مئوية بعد أن نشرطنا للقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر